برنامج من لندن أهلا بكم والبداية بالعنوين توقعات بمساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا خلال أيام وروسيا تتهم أوكرانيا بالتراجع عن التزاماتها في محادثات السلام الحكومة البريطانية تقرر تزويد كييف بمدرعات من فئة ستورمر وفي الصحافة البريطانية نقرأ ونطالع أحزاب المعارضة البريطانية تصف رئيس الحكومة برجل بلا خجل وبرلمان بارس في حزب المحافظين يقود المطالبات باستقالة جونسون قبل الخوض في ملفات برنامج من لندن نتوقف عند هذا الخبر من مدينة القدس المحتلة حيث منعت سلطات لاحتلال مرور مسيرة للمستوطنين من المرور عبر بابي العمود للمزيد من التفاصيل والمتابع ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل الغد أحمد البوديري أحمد سلطات لاحتلال منعت هذه المسيرة للمستوطنين عبر باب العمود ما التفاصيل حول هذا القرار وهل من ضغوط مورسة من الوسطاء لمنع هذه المسيرة وغيرها وأيضا ما مدى استجابة المستوطنين لهكذا قرارات أنا أكف الآن عند الحد الفاصل بين القدس الشرقية والقدس الغربية في هذا المكان تحديدا الشرطة الإسرائيلية أيضا تنطفل هذه المسيرة التي من المفترض أن تنطلق برئاسة وقيادة إتمار بن كفير وأيضا مجموعة من غلات اليمين الإسرائيلي هذه القصة بدأت تتفاعل بعدما كان هناك شعور بأن اليمين الإسرائيلي يريد زيادة توتير الأجواء هنا في مدينة القدس وتحديدا إتمار بن كفير وأولئك الذين هم مقربون من بن يمين التنيه والذين يرون بأن على الشرطة الإسرائيلية أن تزيد من قبضته على هذه المدينة إتمار بن كفير طلب من الشرطة أمس بأنه يريد أن يقيم مسيرة باتجاه مدينة القدس وتحديدا ساحة باب العمود التي هي على يساري وذلك للقيام برفع العلام الإسرائيلية وبالتالي القول بأن هذه المدينة هي مدينة إسرائيلية ومدينة موحدة وما إلى ذلك الشرطة العيلة أمس رفضت القرار وقالت بأن ذلك سوف شكل خطر وتوتير الأوضاع الأمنية اليوم كان هناك مطالبة جديدة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت أخذ القرار النهائي بعد التشاور مع قائد الجيش قائد المخابرات الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية وقرروا جميعا بأن هذه المسيرة يمكن لها أن تؤدي إلى تصعيد الموقف الذي فهمنا بأنه كان هناك ضغوط أيضا مصرية التي مورست تحديدا بعد وصول رسالة من حماس بأن إذا ما كان هناك مسيرة ورفع الأعلام وتوتير الأجواء في باب العمود فإنما حتى في العام الماضي سوف يحدث في العام ويتم إطلاق الصواريخ ولكن نفكر هذه ليست مسيرة الأعلام السنوية هذه ليست مسيرة يوم القدس أو يوم إرشاليم عندهم هذه المسيرة هي مختلفة فقط بدعوة من إتمار بن كفير وثلة منهم يناصرونهم هنا الأجواء كما نستطيع نرى هناك العديد من قوات الأمن الإسرائيلية التي جاءت وذلك لمنع هذه المسيرة لتمضي قدما بإنتجاه باب العمود وبالتالي تدخل إلى القدس الشرقية كان هناك أيضا مجموعة من الدعوات عند إتمار بن كفير بأنه في مدان صفر الآن سوف يقوم بعقد مؤتمر صحفي للإعلام الإسرائيلي يقول في هذا المؤتمر بأن الحكومة الإسرائيلية ضعيفة الحكومة الإسرائيلية لا تدري كيف تدير الأمن في إسرائيل وهي أصبحت رهينة بيض حماس على حد قول المساعدين لإتمار بن كفير الذين قالوا بأن هذا هو المصار الذي سوف يتحدث عنه أولئك من اليهود الذين في هذه المنطقة كما نستطيع نرى رجال الشرطة وضعوا العديد من الحواجز العسكرية هنا هناك طبعا قوات خاصة قوات الخيالة قوات أيضا المتخفين يعني الذين يعملون في الخفاء وذلك لمنع الاستضام أكثر ما تخشى منه الشرطة الإسرائيلية بأن يحدث جمان الاستضام بين الشبان الفلسطينيين في باب العمود الآن مع غلات الاستطان الذين يقدر عددهم بعشرات بالمئات لا نعلم بالضغط العدد النهائي ولكن أن يصطدموا جميعا في هذه المنطقة وأيضا يخشون في إسرائيل وتحديدا المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هذه الأجواء إذا ما استمرت فإن حماس يمكن أن تقوم بطلق الصواريخ يمكن أن تقوم الجهاد الإسلامي يمكن أن تحدث صدمات داخل مدينة القدس أن يشتعل الداخل الفلسطيني كما رأينا فالك في العام الماضي يمكن أن يحدث العديد من القضايا نهيك وأن هناك إدانات عربية دولية منقطعة النظر الحقيقة يعني بأول مرة نسمع بأن هناك هذا الكم الهائل من الإدانات والمطالبة الحكومة الإسرائيلية بأن تتورع عن الاستمرار بهذا التصعيد صباح اليوم كنا في المسجد الأقصى كان هناك الاقتحامات 1180 مستوطنا وكان هناك 3500 مستوطن خلال عيد الفصح وحده هذا يعطي إشارة إلى أن الأمور في تصعيد إلا فرتات الحكومة الإسرائيلية أن تضبط نفسها وذلك بمنع المزيد من هذه الإشكاليات نعم أحمد شكرا جزيلا لك أحمد البودري كنت معنا من القدس المحتلة سنتابع معك تطورات كلما جد جديد شكرا جزيلا لك دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى تكثيف دعم بلاده عسكريا للمساعدة في إنهاء الحرب وتحرير جميع المناطق التي سيطرت عليها روسيا يتي هذا بينما كشفت مصادر أمريكية عن توقعات بإعلان الرئيس جو بايدن خلال أيام عن حزمة مساعدات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار تحركات غربية مكثفة لزيادة دعم أوكرانيا عسكريا مع دخول العملية الروسية مرحلة جديدة بالهجوم على الشرق ففي الولايات المتحدة كشفت تقارير عن توقعات بإعلان إدارة الرئيس جو بايدن عن حزمة نوية جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار وهي نفس قيمة حزمة المساعدات التي أعلن عنها الأسبوع الماضي بحسب التقارير فالمساعدات الجديدة تتضمن المزيد من أسلحة المدفعية وعشرات آلاف القذائف لمساعدة كييف بصد الهجوم الروسي خاصة مع اشتداد حدة القتال في شرق أوكرانيا على وجه التحديد سيصل 18 مدفع هاوتزر قريبا جدا إلى أوكرانيا بالإضافة إلى الذخيرة التي تحتاجها تلك النوعية لقد قدمنا مساعدة في شحن بعض قطع الغيار الإضافية التي ساعدت في تلبية احتياجات طائراتهم لكننا لم ننقل طائرات كاملة وبالنسبة للأسلحة التي تم نقلها فليس لدينا مؤشرات على أن أي معدات أو شحنات غريبة تعرضت للضرب من قبل الروس بالتزام جدد الرئيس الأوكراني بلاديمير زلنسكي مطالبه بتكثيف الإمدالات العسكرية لبلاده للمساعدة في إنهاء الحرب لو تمكننا من الحصول على جميع الأسلحة التي نحتاجها والتي يمكن مقارنتها بالأسلحة التي تستخدمها روسيا ويمتلكها شركاؤنا لكننا أنهينا الحرب لأن تفوق الجيش الأوكراني في التكتيكات واضح تماما إذا حصلنا على ما وعدنا به شركاؤنا فسيؤدي ذلك لإنقاذ حياة الألاف وأي تأخير سيمنح الروس فرصة لقتل المزيد من شعبنا وفي بريطانيا وأمام جلسة لمجلس العموم قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بلاده ستمنح أوكرانيا للمزيد من أسلحة المدفعية وتبحث سول إمدادها بصواريخ مضادة للصفن بالإضافة لبحث العديد من أشكال الدعم الأخرى اتهم المتحدث باسم الكريمبلين ديمتري بيسكوف أوكرانيا بتراجع عن التزامات قطعتها خلال محادثات السلام وقال بيسكوف إن ذلك له تبعات سلبية على المفاوضات التي لم تعد جيدة بما يكفي وإن الكرة الآن في ملعب كييف بعد أن سلمت روسيا وثيقة للجانب الأوكراني مضيفا أن موسكو تنتظر ردا على تلك الوثيقة كان كبير المفاوضين الأوكرانيين قد قال إنه من الصعب التنبؤ بموعد استئناف محادثات السلام الروسية الأوكرانية من واشنطن ينضم إلينا مراسل الغد سهيل الشاعر ومن موسكو ينضم إلينا مراسل الغد يوسف بيجر أبدأ معك سهيل حول هذه التقارير والتوقعات بإعلان إدارة الرئيس جو بايدن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ما التفاصيل نعم جاءت بعض التوضيحات حول هذا الموضوع في تصريحات صباحا اليوم لمساعدة وزير الخارجية فيكتوريا نولند قالت فيه إن الولايات المتحدة ستكون مستمرة بتوفير جميع الأسلحة التي يحتاجها الأوكرانيون في حربهم ضد ما تسميها الدكتاتورية والوحشية وقالت فيكتوريا نولند أنه مع تطور العمليات العسكرية يجب أن تكون نوعية الأسلحة التي ستقدم للأوكرانيين مختلفة وجديدة وهذا يعطي انتباعا أن الأسلحة التي سيتم تقديمها هذه المرة في هذه الحزمة الجديدة ستكون مختلفة عن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة سابقا وهذا قد يحدث قفزة نوعية في نوعية العمليات العسكرية التي سيكون بمقدور الجانب الأوكراني الإتيانة بها خلال هذه المعارك الدائرة داخل الأراضي الأوكرانية وأيضا يعني أن الولايات المتحدة ستستثمر بشكل أكبر في عمليات تدريب الجانب الأوكراني على استخدام هذه الأسلحة القضية هي ليست مجرد استخدام السلاح ولكن صيانة هذا السلاح ووضعه في البيئة المناسبة لعمله بشكل مثالي واستخدامه بالشكل الأقصى الذي يمكنه من تحقيق الأهداف التي بني من أجلها هذا السلاح ولذلك فإن الولايات المتحدة سوف تقديمها هذه الحزمة الجديدة فإنها ستقوم أيضا بتوفير عمليات تدريب مكثفة في دول الجوار للمقاتلين الأوكرانيين لاستخدام هذا النوع من السلاح الجديد في حربها الدائرة ضد الجانب الروسي ولكن على الجانب الآخر قالت نهلد أن الولايات المتحدة تواصل متابعة عمليات التفاوض الدائرة بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني وهي تشعر بالتشاؤم حسب تعبيرها لأن الجانب الروسي يصر على استسلام أوكرانيا وهذه هي العقبة الرئيسية التي تواجه عمليات التفاوض وبالتالي فهي تشعر أن التفاوض لن يصل إلى أي نتيجة وأن الحرب هي ستكون الحاسمة في حل هذا الخلاف الدائر بين الجانبين نعم ابقى معنا سهيل الشعر نتحول مباشرة إلى موسكو ومراسل الغد يوسف بيغاد يوسف التصريحات الروسية الأخيرة ربما أظهرت عدم الثقة بالمفاوضين الأوكرانيين كيف إذن تحولت نظرة موسكو تجاه المفاوضات الآن هذه التصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الخارجي الروسية ماريا زخروفا اليوم عندما قالت بأن موسكو لا تثق بالمفاوض الأوكراني ولا تثق أصلا بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي اتهمته بأنه يتلقى الأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية ومن حلف الشمال الأطلسي المتحدث باسم الرئيس الروسية ديمتري بيسكوف والآخر علق على مسألة المفاوضات قال بأن الوافد الأوكراني والجهات الأوكرانية تماطل وتتراجع عن تلك النقاط التي تم التوافق عليها في محادثات ومفاوضات اسطنبول قال بأن الجانب الروسي أعد مسودة مقترح وأرسلها إلى الجانب الأوكراني هذه المسودة معنية بالوصول إلى اتفاقية سلام وأتوافق في الكثير من النقاط بين الجهتين بين روسيا وأوكرانيا المتحدث باسم الرئيس الروسية ديمتري بيسكوف قال الآن الكرة هي في الملعب الأوكراني بأن موسكو تنتظر ردا من الجهات الأوكرانية على مسودة المقترح الروسي المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخرفة قالت بأن المفاوضات والمحادثات عبر تقنية الفيديو هي مستمرة بين الوافدين الروسي والأوكراني وهي تركز في الوقت الراهن على مسألة دونباس وشبه جزيرة القرام وكذلك نزع السلاح من الجيش الأوكراني صحيح أن موسكو تقول بأنها لا تثق في الوفد الأوكراني وتتهم دائما الجهات الأوكرانية بأنها تماطل وبأنها تريد ربح المزيد من الوقت وتقوم بالتراجع عن الكثير من النقاط التي تم التفاهم عليها في المفاوضات الأخيرة التي جرت في إسطنبول لكن موسكو أيضا تتمسك بالعمل الديبلوماسي وتقول بأنها معنية بالحوار واستمرار المفاوضات مع الجهات الأوكرانية لحل هذه الأزمة وفق سبل الديبلوماسي وفي الوقت نفسه تؤكده روسيا بأن العملية العسكرية مستمرة في الأراضي الأوكرانية خاصة وأن التركيز في الوقت الراهن هو في منطقة دونباس واليوم سمعنا تصريحات من الرئيس الروسي بلاديمين بوتين أكد فيها استمرار هذه العملية حتى تحقيق كل الأهداف بما فيها إرساء السلام والاستقرار في منطقة دونباس نعم يوسف بيغار مراسل الغد كنت معنا من موسكو وسهيل الشاعر مراسل الغد كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لكم أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن الجيش الروسي يوسع وجوده على الحدود الشرقية لأوكرانيا ورجحات الوزارة أن تضل العمليات الجوية الروسية شمال أوكرانيا بمستوى منخفض بعد انسحابها من كييف مشيرة إلى أن هجمات روسيا على المدن الأوكرانية تسعى لتعطيل حركة التعزيزات والأسلحة الأوكرانية نحو الشرق كما أشار تقرير استخباراتي إلى أن الجيش الأوكراني صدى تقدم القوات الروسية على طول خط السيطرة الفاصل بين قواته والانفصاليين في دونباس هذا وقررت بريطانيا توفير مدرعات جديدة لأوكرانيا من فئة ستورمر المعروفة بقدرتها على حمل وأطلاق صواريخ ستارستريك وتعتبر بريطانيا من أكثر الدول الأوروبية دعما لأوكرانيا على جميع الأصعد الاقتصادية والاستخباراتية والعسكرية في مواجهات العملية الروسية الدعم البريطاني لأوكرانيا في حربها مع روسيا لن يتوقف فبريطانيا ستوفر 120 عرب مدرعة من فئة ستورمر التي تستطيع أن تطق صواريخ ستارستريك المضادة للطائرات والأسرع من شرعة الصوت بأربع مرات بالإضافة إلى 800 صاروخ أو مضاد للدبابات ودخائر عالية التقنية من أجل الضربات الدقيقة الموجهة وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون أول زعيم من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الذي زار العاصمة كييف بعد اندلاع الحرب سنعمل مع شركائنا على زيادة الضغط الاقتصادي وسنواصل تكثيف العقوبات على روسيا أسبوعا بعد أسبوع كما قدمت بريطانيا دعما اقتصاديا بـ 500 مليون دولار كضمان للبنك الدولي لإقراض أوكرانيا إضافة إلى 394 مليون جنيه استراني قدمتها بريطانيا كمنحة مساعدة وسيساعد في ضمان استمرار وتشغيل الخدمات الإنسانية الحيوية للأوكرانيين كما رفعت بريطانيا التعريفات الجمركية على الوريدات من أوكرانيا وتوفير تسهيلات جمركية ستستمر بريطانيا في تقديم دعمها إلى أوكرانيا ليس فقط بسبب أمن بريطانيا القومي ولكن هذه السياسة الحكومية لبوليش جونسون تحتاج إلى الخروج من أزمته السياسية بمواقف معينة بالنسبة لأوكرانيا عمرو منيري قناة الغد لندن ويبقى معنا مراسل الغد عمرو المنيري من لندن عمرو ماذا عن خلفية هذه الخطط البريطانية الجديدة في إطار دعم الجانب الأوكراني ليس فقط على المستوى السياسي ولكن أيضا على المستوى العسكري والاقتصادي نعم بالفعل هي بريطانيا تحاول أن توقف تطلعات وطموحات روسيا بفرض نفوذها على العالم الغربي بشكل عام وخصوصا على أوكرانيا وهذا ينبطق من تحت مظلة أن هناك عداء شديد بين بريطانيا وروسيا بول قبيل هذه الحرب وهناك التجذبات كانت مختلفة عليها والحرب الجاسوسية التي شهدتها الحرب البالدة على مدار العقود الماضية الآن بريطانيا ترى أنها تريد أن توقف هذا الزحف الروسي هذا تمدد الروسيا هذه القوة الاقتصادية الروسية التي تستثمر كثيرا هنا في بريطانيا ومن ثم هناك تضييق الخناق على جميع الأوليغارش أو الأثرياء الروس وخصوصا على رأسهم كان إبراهام أبروموفيتش رئيس صابخ لنادي تشيلسي ورئيس شركة جاز برومو وتم معاقبته ومعاقبة 200 شخصية من أثرياء روسيا لكن ليس هذا بالقليل هناك الكثير أيضا هناك رفع جميع التعريفات الجمهورية ما بين أوكرانيا وبين بريطانيا أيضا تقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي بشكل يومي على مدارة 24 ساعة هناك دائما تواصل ما بين الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء بوريس جونسون كل هذا تريد بريطانيا أن تفرض قوتها وأن تدعم بشكل كبير أوكرانيا بأنها حليفة من الحلفاء تريد إرسال رسالة قوية جدا إلى العالم بشكل عام أنها دولة خرجت من الاتحاد الأوروبي لكنها لا تزال تستطيع قيادة أوروبا في مواجهة النفوذ الروسي أيضا تريد أن تقول أنها لا تزال هي أحدى القوى العظمى وقوى الدولة التي لديها عضوية دائمة في مجلس الأمن ولديها قرار سياسي مختلف هي لديها استقلالية تامة في كل إجراءاتها كما هو متوقع المتوقع أيضا في ظل الأزمة السياسية التي يواجهها بوليس جونس أنه يريد أن يخرج من هذا المأزق بالنجاح الأكبر وهذا هو كان السبب الرئيسي لذهابه إلى كييف ووسط الحرب أن يكون هناك كقائد وزعيم بريطاني وأوروبي يرسل السلام مباشرة إلى العالم وإلى روسيا بشكل خاص عمرو المنيري مراسل الغد كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك وعن الأزمة الأوكرانية أيضا قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن التاريخ لن ينسى ما وصفه بجرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا ووصل ميشيل اليوم لأوكرانيا بالتزامن مع تسليم الرئيس الأوكراني الجزء الأول من الاستبيان الخاص بالانضمام للتكتل الأوروبي في قلب أوروبا الحرة والديمقراطية كلمات استهل بها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف هي الزيارة الثانية لرئيس التكتل الأوروبي خلال الشهر الجاري حيث يرمي بزيارته إلى التأكيد على الموقف الموحد للتكتل في تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا للتصدي للهجوم الروسي وتأتي زيارة رئيس المجلس الأوروبي إلى أوكرانيا في الوقت الذي سلمت فيه كييف الجزء الأول من الاستبيان من أجل الحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني الذي سلم الاستبيان إلى رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا ماتي ماسيكاس قال إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يأتي في وقت مأساوي للغاية إن شعب أوكرانيا متحد لتحقيق هذه الغاية والشعور بالمساواة وأنه جزء من أوروبا وجزء من الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء الأوكراني دينش ميهال تحدث عن أن العمل جار بالفعل بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أنه قد تم دمج أوكرانيا في شبكة كهرباء الاتحاد الأوروبي كما يتم العمل مع المفوضية الأوروبية بشأن تكامل شبكة الاتصالات مع أوروبا الحراك الأوروبي المتواصل تجاه أوكرانيا يبرز صلابة موقفه وعزمه على ضمها للتكتل لسيما بعد أن شهدت كييف زيارات مستمرة لهرم السلطة في الاتحاد الأوروبي حتى قبل أن يبدأ الهجوم الروسي أواخر شهر فبراير الماضي انتقد سفير أوكرانيا لدى ألمانيا أحجام المستشار أولف شولتس عن الالتزام بتسليم أسلحة ثقيلة لبلاده كالدبابات هذا ويواجه شولتس ضغوطا داخلية لتسليم مثل هذه الأسلحة إلى كييف وفي ذات الوقت يحاول المستشار الألماني احتوى التداعيات الاقتصادية للحرب على بلاده ومن مظاهرها نقص زيت دوار الشمس والدقيق نتيجة ارتفاع أسعارها وانحسار مصادرها ارتفاع أسعار زيت دوار الشمس عالميا وتصريحات المسؤولين الروس بأنهم لن يصدر الزيوت للدول التي وصفوها بغير الصديقة ليست هي الأسباب الوحيدة لنقص هذه السلحة الألمان يقومون بشراء وتخزين كميات كبيرة من الدقيق والزيوت النباتية ظنا منهم بأن الحرب في أوكرانيا قد تمتد لأشهر وقد تصل إليهم وهذا السلوك يحدث فارقا كبيرا في توافر هذه السلع وارتفع سعر اللتر زيت دوار الشمس بأكثر من ثلاث مرات حيث كان يباع اللتر بيورو ونصف قبل الحرب الأوكرانية والآن أصبح سعره حوالي خمس يوروات وفي محاولة لضبط الأسعار والكميات المعروضة للبيع لجأت بعض مراكز التسويق إلى تحديد الكميات التي يسمح للشخص شراؤها من زيوت نباتية ودقيقة ولكن الأمر قد لا يعالج جذريا وتعتبر روسيا أكبر منتج في العالم لزيت دوار الشمس بحوالي مليوني طن سنويا ثم تأتي أوكرانيا بإنتاج نحو مليون وثمانمائة ألف كيلو سنويا صحف محلية نقلت عن جمعية منتجي الزيوت النباتية أن أوكرانيا كانت المورد الرئيسي لألمانيا ومن غير المرجح أن يتغير واقع نقص هذه السلع في البلاد قريبا برنامج من لندن متواصل معكم وبعد الفاصل نتوقف عند بعض عنوين الصحفة البريطانية تابعونا من لندن أهلا بكم من جديد نشرت صحيفة الجارديان تقريرا تحت عنوان أحزاب المعارضة تصف رئيس الحكومة برجل بلا خجل وتقول الصحيفة أن زعيم حزب العمال المعارض كيرستارمر وصف رئيس الوزراء بوريس جونسون أمام البرلمان برجل بلا خجل رغم اعتذاره مرة أخرى عما يعرف بفضائح الحفلات وبحسب الصحيفة فإن أحزاب المعارضة انتازعت موافقة مجلس العموم للتصويت على سلوك جونسون في أزمة حفلات كورونا وإدانة بالكاذب وإزدراء البرلمان في التعامل مع هذه الأزمة وتوضح الصحيفة أيضا أن إظهار الأسف حيال مخالفة لقواعد الإغلاق لم يكن مؤثرا في البرلمانيين كما أراد جونسون ولم تنجح أيضا محاولة تركيز على حرب أوكرانيا كسبب لتجاوز أزمة الحفلات من جهتها نشرت صحيفة الاندبندن تقريرا آخر حول ذات الموضوع بعنوان برلماني محافظ يقود المطالبات باستقالة جونسون بعد فضيحة الحفلات وتقول الصحيفة أن النائب البارز في حزب المحافظين والوزير السابق مارك هاربر تقدم برسالة إلى لجنة 1922 في الحزب لتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء ونقلت الصحيفة عن القيادين في الحزب الحاكم بأنه قد حان الوقت للقول للرئيس الوزراء شكرا لك وودعا منوية إلى هاربر الذي يحشد المواقف المعارضة لجونسون داخل الحزب ووضحة الصحيفة في هذا الإطار أيضا أن اعتذار رئيس الوزراء وصف بالمسحة من قبل أحزاب المعارضة ولم ينجح جونسون حتى بتجنب قرار البرلمان بالتصويت على تضليله للنواب في هذه المسألة تحديدا من لندن تنضم إلينا سيدة عزة الزفتاوي الصحفية والباحثة في الشأن السياسي أهلا ومرحبا بك على شاشة الغد وفي برنامج من لندن إذن يبدو أن المعارضة لازالت منزعجة من عدم استقالة بوريس جونسون حتى الآن بعد كل هذه الفضائح وإدانته بالكذب ورغم اعتذاره ليس مقبولا ولكن ما هو ثقل المعارضة سيدة عزة لتغيير المشهد حقيقة مساء الخير يعني هذا سؤال مهم ثقل المعارضة إذا تحدثنا من الواقع داخل البرلمان البريطاني المعارضة لا تملك الأغلبية التي تؤهلها داخل البرلمان البريطاني لأن تحدث تغييرا كبيرا في منصب رئيس الوزراء أو أن تسحب الثقاء من بوريس جونسون تحديدا لأنه كما نعلم أن الأغلبية الآن في البرلمان هي مع حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون في الوقت الحالي بعد فوضها في انتخابات عام 2019 ولكن إذا تحدثنا على صعيد الشارع البريطاني وأوساط الناخبين البريطانيين نستطيع القول أن المعارضة البريطانية بأحزابها المختلفة وفي مقدمتها حزب العمال والحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الديمقراطيين الأحرار لهم الآن صوت داخل أوصاط الناخبين البريطانيين الذين هم بالفعل مستائنة من هذه القضية التي تفجرت ونحن نتحدث عن فضيحة الحفلات التي تفجرت منذ شهر ديسمبر ولم تنحصر غضبة الناخبين البريطانيين بسبب ما وصفه بخرق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لقواعد هو وضعها بالفعل تتعلق بقضية الإغلاق العام في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا ومشاركتي في العديد من الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة البريطانية 72% من الناخبين البريطانيين لديهم الآن تقييم سيء لأداء رئيس الوزراء البريطاني ورون أنه كذب على الشعب البريطاني وربما أيضا على البرلمانيين عندما قال في البداية أنه لم يشارك ثم حاول أن يتهرب ولكنه بعد تضييق الخنق والضغط عليه بالفعل اعتذر وكان بالأمس واليوم تحت ضغوط شديدة من المعارضة لكي يقدم استقالته سيدة عزة تمت إدانة جونسون بالكذب وإزدراء البرلمان في التعامل مع هذه الأزمة هذه التهم يعني ما تدعيات مثل هذه التهم على رئيس الوزراء البريطاني بالتأكيد هذه التهم تلقي بظلالها على شخص رئيس الوزراء البريطاني بالتأكيد هناك الآن احتزاز في هذا المنصب الذي يقوده بوريس جونسون هناك اتهمات بأن بوريس جونسون فقد القيادة السياسية والأخلاقية لبريطانيا كرئيس الوزراء وأيضا صورة حزب المحافظين الذي يدعم بوريس جونسون رغم كل هذه الاتهمات الموجهة إليه وأيضا ما وصف بتضليل البرلمان البريطاني والكذب على النواب وعلى الشعب البريطاني أعتقد أن هذه الصورة اهتزت كثيرا وأفقدت الكثير من المصدقية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يحاول ويراوغ وفقا لشخصياته المعروفة لدى الرأي العام أن يهرب إلى الأمام من هذه الأسماع نعم سيدة عزة زفتاوي الصحفية والباحثة في الشأن السياسي شكرا جزيلا لك كنت معنا من لندن ونعود مرة أخرى إلى مدينة القدس المحتلة حيث بدأت مسيرة للمستوطنين ترفع أعلام إسرائيلية ويخطط أصحابها للمرور عبر باب العمود ولكن سلطات الاحتلال منعت هذا المرور استجابة لضغوط خارجية كبيرة من قبل الوسطة ينضم إلينا من القدس المحتلة مرة أخرى أحمد البوديري مراسل الغد طلعنا على المستجدات لديك أحمد انطلقت هذه المسيرة بالفعل ويبدو أن قرارات سلطات الاحتلال لا تعجب المستوطنين هذه المسيرة انطلقت قبل قليل من ميدان صفراء الموجود هو في القدس الغربية وهو في طريقه إلى هنا عبر طريق شارع الأنبياء لكي يصل لهذه المنطقة تم إيقاف قبل قليل أيضا حتى الكطار الخفيف عن الحركة وأيضا إغلاق بعض الشوارع المحيطة هذا المسار عموما تم الموافق عليه من قبل الشرطة الإسرائيلية هو مسار قانوني المسار الغير قانوني هو هذا المسار الذي يؤدي إلى باب العمود باب العمود يقع في هذه المنطقة هذا طبعا لغاية الآن هو ممنوع لإتمار بكفير وأيضا غلات الاستيطان الذين معه يقدر عددهم بـ 250 300 عنصر لغاية الآن من غلات اليمين هذا المسار يمنع إتمار بكفير وغيره من الوصول إليه الآن النقطة التي سوف يصلون إليها هي هذه النقطة هل الشرطة الإسرائيلية والأعداد التي هنا هي كافية لصد أولئك الذين ينون اقتحام هذه المنطقة فسوف نتابعه وسوف نرى ولكن نحن الآن في خضم معركة سياسية داخلية أكثر مما نحن بخصوصية يتعلق في موضوع القدس أو موضوع الاستيطان بمعنى بأن هذه هي عبارة عن استغلال قضية القدس المدينة المحتلة من قبل إتمار بن كفير الذي هو يريد أن يحرج رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت وهذا الخلاف الداخلي العائلي بينهم ينعكس على مشاعر المسلمين حول العالم على مشاعر أولئك الفلسطينيين الذين يقفون هناك في منطقة باب العمود يخشون على محلاتهم وعلى متاجرهم وأيضا على باب العمود والمسار إلى المسجد الأقصى نفتالي بنت لا يريد أن يورط الأمور وبالتالي أصدر قرارا بأن يمنع دخول إتمار بن كفير وغلات اليمين المتطرفين من هنا وزير الخارجية الإسرائيلي قبل قليل يائير لابيت كان له تصريحات بهذا الاتجاه بأن أولئك هم شرذمة متطرفة لا تسعى إلا إلى خلق المشاكل وبالتالي هذا هو الواقع الذي تعيشه الآن مدينة القدس نحن هنا في الحد الفاصل بين القدس الغربية والقدس الشرقية نحن هنا في هذا المكان الذي يحاول الجانب الإسرائيلي نعم جمانا أحمد هل من توقعات حول حجم هذه المسيرة وعدد هؤلاء أولا هذه ليست مسيرة الأعلام التقليدية التي تحدث في كل عام والتي يشارك فيها عشرات الآلاف من المستوطنين الذين يأتون من معظم المستوطنات في الضفة الغربية وأيضا من داخل الإسرائيلي نحن نتحدث عن مسيرة دعا إليها حزب وفصيل سياسي إسرائيلي يتبع الدينية الصهيونية الذي يترأسه إتمار بن كفير ويناصر أيضا مجموعة من مناصرين بن يمين نتنياهو لذلك رأينا أيضا قبل قليل مجموعة من الصور للأعلام التي ترفع صورة بن يمين نتنياهو والتي تقول هذا ملك إسرائيل وهذا في إشارة إلى أننا نحن في حراك سياسي ولكن ذلك مرة أخرى هو على حساب الحقوق العربية والفلسطينية الأعداد لن تتجاوز 250 إلى 300 على حد أكبر حد ممكن أن يصل إليه لذلك فأن الشرطة الإسرائيل لم تأتي بالمزيد من القوات يبدو أن العدد القوات الموجود هنا هو يكفي لهذه المسألة ولكن أيضا هم يحاولون إغلاق كافة الشوارع وكافة الطرقات لمنع الاحتكاك الاحتكاك بين من ومن؟ الاحتكاك بين غلات الإستطان المتشددين جزء منهم يحملون الأسلحة الذين هم يعملون على خلق هذه المشاكل والأزمات مع الشبان الفلسطينيين في منطقة باب العمود في المصرارة في وادي الجوز في الشيخ جراح في كل مناطق التماس التي يمكن أن يحدث فيها هذه الإشكالية تحديدا في هذه المنطقة الشمالية هناك حي الشيخ جراح الذي طالما يريد الجانب الإسرائي أيضا أن يكون هناك حالة من الاجتباق مع الفلسطينيين ولكن كما نعلم بأن حتى وإن كانت الحكومة الإسرائيلية تسعى بالفعل لاحتواء الأوضاع وعدم تدحرج الأمور إلى مزيد من التصعيد أحمد ولكن ما مدى جدية تعامل قوات الاحتلال والقوات الإسرائيلية مع المستوطنين وصدهم هناك تهديدات واضحة التي جاءت على لسان الفصال الفلسطينية من قطاع غزة بأن وصول هذه المسيرة إلى منطقة الباب العمود سوف يؤجج المضع أكثر مما هو متفجر والوسيط المصري نقل هذه الرسالة بشكل واضح إلى الحكومة الإسرائيلية بأنكم أنتم سوف تتحملون في نهاية المطاف إذا ما انفجرت الأمور لأن هناك العديد من المحطات خلال الأيام الماضية التي كانت صعبة على الفلسطينيين ما يحدث في الاقتحامات الصباحية في هذه الأيام الاقتحامات التي حدفت للمسجد الأقصى يوم الجمعة الذي كان صعبا جدا الاقتحامات التي تحدث في منطقة جنين والتي أدت إلى استشارة كل أولئك الشهداء والإصابات على المعمليات العسكرية في نابلس قتل ذاك الطفل في بيت الأحم كل هذه الأحداث التي يقوم الجانب الإسرائيلي ويتحمل مسؤوليتها كما تقول الفصال الفلسطينية في نهاية المطافة هناك رد يجب أن يكون من قبل الجانب الفلسطيني وهذه الرسالة تم نقل عبر الوسيط المصري الأردن في المقابل تكون بجهود مضنية هناك تصريحات قوية جدا لأدوان الملكي الأردني العاهل الأردن نفسه عمل اجتماعا حتى قبل أن يعود إلى الأردن بعد أن أجرى عملية جراحية في ألمانيا تعمل اجتماعا مع المسؤولين الأردنيين كان هناك استدعاء للقائم بأعمال الصفارة الإسرائيلية في عمان وتم توجيه رسالة حادة بهذه المسألة الأردن ترى بأن ما يحدث في المسجد الأقصى هو ليس فقط انتهاك لحرمة هذا المكان ولكن هذه إهانة للمسلمين حول العالم عندما يتم عدم التعامل مع شهر رمضان في المسجد الأقصى وهذا هو العصب الذي دائما ما نود الحديث عنه هذا هو العصب الحقيقي للشعب الفلسطيني الذي يجمع الشعب الفلسطيني وأيضا العرب والمسلمين عند الحديث عن الأماكن الدينية وتحديدا عند الحديث عن المسجد الأقصى الشرطة الإسرائيلية تقول حسب بياناتها بأنها تسعى لكي يكون هناك تهدئة وهدوء وأمان ولكن في المقابل القوات الخاصة للأمن الإسرائيلي هي التي تؤمن اقتحامات المسجد الأقصى نحن قبل أسبوعين كنا نتحدث عن جنين قبل أربعة أيام كنا نتحدث عن المسجد الأقصى اليوم نتحدث عن باب العمود ومسيرة للمستوطنين وكأن هذه الأجواء لا يمكن لها أن تعود إلى طبيعتها كما هي في أي مدينة في العالم عندما يكون شهر رمضان في الصلاة والصيام والزكاة والصلاة الرحم والعلاقات الإنسانية والاجتماعية مدينة القدس مكتوبة عليها كل ست ساعات هناك مصيبة حل بهذه المدينة ما الجديد الذي تلاحظ اليوم أحمد المديري؟ هذا المهرج في الشيح جراح والذي قام بهذه يعني ما الجديد الذي تلاحظ ربما يختلف عن الأعوام السابقة رمضان من كل عام في تعامل المستوطنين مع الفلسطينيين ومع المسجد الأقصى وإذا عدنا إلى الوراء قليلا هل سبق وأن تم منع مسيرات للمستوطنين من العبور من باب العمود أحمد وما مدى أيضا استجابة هؤلاء مع قرارات الحكومة الإسرائيلية؟ كما تعلمين بأن شهر رمضان هو شهر قمري وبالتالي يتغير ويتبدل كل سنة بعد سنة وبالتالي مسيرة الأعلام التي حدفت العام الماضي كانت في نهاية شهر رمضان بينما مسيرة الأعلام هذا العام سوف تكون بعد شهر رمضان أي بعد الشهر من الآن ولهذا حدف اللبس عند بعض الناس الذين ظنوا بأن هذا هي مسيرة الأعلام مسيرة الأعلام سوف تكون بعد الشهر من الآن وليس الآن ولكن المتتبع لما يجري نحن نراحف تماما بأنه في العام الماضي كان هناك كل الذي رأينا لا حاجة للعودة إليه قبل عامين كان هناك طبعا الكورونا كان المسجد الأقصى مغلقا ولكن لسنوات نسنوات من قبلها كان شهر رمضان شهر هادئ شهر جميل للفلسطينيين ولمدينة القدس كان يصل إلى مدينة القدس قرابة ربع مليون مسلم في شهر رمضان رغم كل تضيقات الإسرائيلية رغم كل الإغلاقات الإسرائيلية كان يصل قرابة ربع مليون مسلم يصلون في داخل المسجد الأقصى والذي كان يعني تعيش البلدة القديمة أجواء اقتصادية عجلة اقتصاد كانت جميلة هذا كله تبدد نحن نتحدث عن الجمعة يوم الجمعة سبعين ألف كنا نتحدث عن ربع مليون الآن نتحدث فقط عن سبعين ألف مصلي في يوم الجمعة في المسجد الأقصى أنا أتفكر في شبابنا كان الحديث عن قرابة أربعمائة ألف فلسطيني جاءوا حتى من قطاع غزة قبل عام 2000 ومن الضفة الغربية من الداخل من الأردن كان هناك العديد من الحافلات التي تصل الآن الأمور تغيرت وتبدلت نصل إلى عدد سبعين ألف هذا ليس فقط بسبب الأحداث التي تجري ولكن الناس خائفة هناك خوف حقيقي هناك المسن عندما يمشي في طرقات القدس ويسمع في الانفجارات وقنابل الصوت يخاف على نفسه عندما يكون هناك أولئك الأطفال الذين يمرون أيضا هناك الخوف على أن يفهموا إلى البلدة القديمة التي تعاني اقتصاديا حقيقة لأن البلدة القديمة هي بلدة تقدم الخدمات التجارية لأولئك الحجياج والمصالين الذين يعتكفون في المسجد الأقصى هذا العام غير موجود وهذا يؤفر سربا على المدينة نهيك عن شعور الناس بالخوف المستمر بأنه يعني في وسط هذا الحي الآن في وسط منطقة المصلرة حيف ونقف هناك يعني ثكانات عسكرية ومستوطنين وكل ذلك وفي المسجد الأقصى تقسيم زماني ومكاني بشكل واضح من الساعة السابع ونصف للساعة العشر ونصف يوميا ويستفناء يوم الجمعة والسبب وهذا طبعا كله يعطي الإشارات ولهذا سمعنا انتقادات من مصر من الأردن من الإمارات من المغرب من تركيا من المرافضة العاون الإسلامي من الاتحاد الأوروبي من الأمم المتحدة حتى بلينكين وزدي الخارجية الأمريكي يطالب أن يكون هناك تهدئة ويطالب بتلسيق الفلسطيني الإسرائيلي لتهدئة الأمور البوديري مراسل الغد كنت معنا من القدس المحتلة شكرا جزيلا لك إلى شأن آخر يتواجه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والمرشحة اليمينية مارين لوبان في مناظرة تلفزيونية حاسمة قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم الأحد المقبل ومقارنة بالاستحقاق الانتخابي في عام 2017 والذي حقق في ماكرون فوزا صحيقا بنسبة 66% في مقابل 34% للوبان تتوقع استطلاعات الرأي أن يكون الفارق أدنى هذه المرة مع ترجيح فوز الرئيس المنتهية ولاية بنسبة تتراوح بين 53% و55% هذا وينقسم أعضاء ومؤيد حزب فرنسا المتمردة الذي يتزعم جون لوك ميلينشون حول الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية حيث أظهرت آخر الاستطلاعات داخل الحزب أن حوالي 37% سيصوتون بورقة ضيضة و29% سيمتنعون عن التصويت و33% سيصوتون لإمانويل ماكرون كونهم مواطنين يساريين وجدوا أنفسهم مرة أخرى في مواجهة جولة ثانية دون اليسار جون لوك ميلونشون صانع الملوك في لعبة نقل الأصوات بين إمانويل ماكرون ومارين لوبين أوصى بعدم إعطاء الصوت واحد لليمين المتطرف تاركا لناخبيه الاختيار بين الامتناع عن التصويت أو التصويت بورقة بيضاء أو اختيار ماكرون مرة أخرى على مضض لم أنتخب إمانويل ماكرون في الجولة الأولى ولكن على ما يبدو أنني سأضطر للتصويت له في النهاية فقط لمعنى مارين لوبين من الوصول إلى قصر الإليزي أنا أختلف معه بشدة ولكن من باب تجنبي الأسوأ لا أريد أن أرى اليمين المتطرف في السلطة البعض اختار أن لا يختار فالامتناع عن التصويت أكثر ما يميز انتخابات 2022 سياسة يعبر فيها البعض عن رفضهم لكل المرشحين ويرونها الطريقة الوحيدة للإشارة إلى عدم شرعية الفائز المستقبلي سأصوت لكن بورقة بيضاء أنا ضد اليمين المتطرف ولا أريده حقا ولكنني لا أريد إمانويل ماكرون خمس سنوات إضافية السيناريو يتكرر للمرة الثالثة فمنذ عهد جاك شيراك أجبر الفرنسيون للتصويت من أجل منع عائلة لوبين من الوصول للسلطة يخبروننا اليوم بأن علينا التصويت لماكرون لتجنب هذا السيناريو ومع خشية تحالف مستقبلي بين لوبين وإيريك زمور يعتقد كثر أن في اللحظة الأخيرة سيصويتون لصالح إمانويل ماكرون حيث تعتبر محاربة ماكرون في السلطة أسهل من محاربة أقصى اليمين المتشدد البعض يرى أنه على ميلانشون أن يكون أكثر وضوحا في محطات مفصلية تشهد وجمهورية الفرنسية وأن عليه أخذ المسؤولية بالدعوة للتصويت إلى إمانويل ماكرون فالامتناع أو التصويت بورقة بيضاء سيصب فقط في مصلحة السيدة لوبين بلقس نحاس قناة الغد باريس من باريس ينضم إلينا دكتور خالدون نبواني أستاذ الفلسفة السياسية جامعة سوربون أهلا ومرحبا بك دكتور خالدون على شاشة الغد الناخبون الفرنسيون يترقبون بالتأكيد لقاء العودة بين ماكرون ولوبين في هذه المناظرة تلفزيونية الرئاسية بداية ما هي القراءات الأولية لهذه المناظرة مساء الخير لك عزيزتي ولمشاهدي قناة الغد نعم هي مناظرة فيها شيء من الاستعراض نصد فيها شيء من كسر العظم المواجهة المباشرة وجها لوجهه عام 2017 كانت حادة أحيانا عنيفة أحيانا خارج حتى اللياقة السياسية هذه السنة أيضا نتوقع مناظرة حامية ولكن بعد أن تعلم كل واحد من الاثنين من أخطائه وكيف يتحاور بنحو أفضل على كل كانت محاورة 2017 لصالح إيمانيويل ماكرون في لحظة من اللحظات ربما أهكت لوبين وكان واضحا أنها لا تسيطر وغير يعني ليست على الطلاع واضح على كافة الملفات وقد ضاعت في التواريخ والأرقام وخلطت بين الملفات يبدو أظن أن الليلة أيضا سيكون ستكون الكفة راجحة لإيمانيويل ماكرون له خمس سنوات في الإدارة هو يعني مطلع جيد لديه خبرة في الأرقام وذاكرة ممتازة وبالتالي أظن أن الأمور ستكون لصالحه يظل أن أقول أن هذه المناظرة يعني قد تحسم أحيانا لبعض المترددين أو الخاسر فيها يخسر مزيد من النقاط ولكنها لن تؤثر بشكل حاسم على نتيجة الانتخابات أظن أن خيارات الناس المواطنون الفرنسيون قد أخذت من قبل المناظرة يعني من خلال المشاريع ومن معرفة مشاريع كل الطرفين وشخصيتهم وما يمكن أن يؤثر كل منهما على تاريخ فرنسا وبالتالي هل المناظرة يمكن أن تزيد من نصيب هذا أو ذاك أو أن تخسره؟ نعم يعني أن المسألة حسمت هناك من يؤيد من مؤيد المرشحين الذين خسروا بالفعل في الجولة الأولى من حسب أمره باتجاه التصويت لماكرون فبحسب طرحك هل يمكن القول أن فاوز ماكرون بات محسوما؟ يعني قناعتي أن فاوز ماكرون بات محسوما يظل محسوما يظل أن نعرف ما هي النسبة كانت النسبة في عام 2017 ما بين 66 و44 ربما تكون أقل قليلا يعني هناك مرشحين هناك مرشحون قد أعلنوا بشكل واضح عن نيتهم للتصويت لماكرون كما فعلت على سبيل المثال ولكن كما جاء في تقريركم يظل بيضة القبان هنا أصوات التي كانت قد ذهبت إلى جان لوك ميلانشون ميلانشون لم يصرح البارحة كان في لقاء على تلفزيون بفم تيفي ولم يصرح أنه كان هذه المرة في عام 2017 قال لا تصوتوا إلى هذا ولا ذاك وأنتم أحرار ولكن لا تصوتوا إلى هذه الجانب أم ذاك في هذه السنة أصر بشكل واضح على أن لا يكون هناك صوت واحد يذهب إلى مارين لوبين بمعنى أنه من يريد أن يصوت لماكرون فليتفضل ولكنه البارحة قال أنه لن يصوت لماكرون وطالب بتصويت ثالث يصوت من خلاله لأن يكون هو رئيس الوزراء للحكومة المقبلة على كل أن أظن أن مرة أخرى أن ماكرون سيحسم النتيجة أنا من بين المواطنين الذين يعني سيصوتون لماكرون لا حبا فيه ولكن لكي لا تصل لوبين إلى السلطة كما جاء على لسان أحد المواطنين وهل الأمر يتعلق بمسألة أن لا تصل؟ زعيمة اليمين المتطرفة مارين لوبين إلى السلطة في انتخاب التصويت لماكرون أمن الأمر ربما يتعلق بتطورات الدولية الدكتور خلدون يعني ما عزز فرص وحضوض الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لحد الآن وأقول لحد الآن لأن هذه الفرصة تضيق وربما تنعدم ربما في الانتخابات المقبلة لا أقصد الدورة الثانية من هذه الانتخابات وإنما بعد خمس سنوات على سبيل المثال اليمين المتطرف لحد الآن يمنح فرصة لمن يترشح يعني ضده في الانتخابات حصل هذا كما جاء في تقريركم زمن جاك شيراك عندما فاز أبوها لمارين لوبين جون ماغي لوبين بالانتخابات في ذلك في الدورة الأولى ولكن في الدورة الثانية خسارة خسارة كبيرة بعد ذلك وبخاصة في عام 2017 نجحت مارين لوبين الآن اليمين المتطرف تزداد قاعدته الشعبية ليس فقط في فرنسا وإنما في معظم دول أوروبا هناك شعبوية وهناك قومية سياسية تطغى وصل اليمين المتطرف في هولندا في النمسا في إيطاليا في الدنمارك هناك موجة يمين متطرف حتى في ألمانيا في فرنسا تزداد شعبية اليمين المتطرف وهذا يفسر تلك الأصوات التي تزداد لليمين المتطرف رغم أنه لا يربح الانتخابات ستخسر مارين لوبين بظن هذه الانتخابات ولكن اليمين المتطرف يزداد قوة وتزداد شعبيته هناك عوامل كثيرة لحد الآن يعني تلعب ضد اليمين المتطرف أقصد في هذه الانتخابات لحد الآن من ضمنها ملف الحرب أيضا لأن مارين لوبين كانت قد أخذت موقفا مساندا لبوتين فيما سبق وهذا أظن أن هذا الملف سيفتحه بقوة هذا المساء وربما الاتهامات الأخيرة التي وجهت ليلوبين بسعيها والتخطيط من قبلها بإخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي حتى وإن كانت هذه الاتهامات غير صحيحة بل أنها أثرت بالفعل طيب دكتور خالدون هناك من الفرنسيين من قرر الامتناع عن التصويت لصالح أي من المرشحين لأي مدى يمكن أن تؤثر نسبة العازفين على الانتخابات في هذه النتائج ومن المستفيد من هؤلاء الممتنعين عن التصويت هم يعني نسبة كبيرة حقيقة يعني حتى في الدور الأول كانت نسبة تكاد تكون غير مسبوقة يعني ربما فقط في 2002 كان هناك نسبة كبيرة أيضا مرة أخرى يضطر الشخص للتصويت لشخص يمنع الآخر من الوصول بمعنى يصوتون لمكرون كما هو حال كثيرين ربما أنا منهم من أجل منع من الوصول إلى السلطة وبالتالي هو ليس صوت عن قناعة وإنما صوت لتفادي الأسوأ بهذا الشكل ولكن مع ذلك هناك نسبة كبيرة من الممتنعين عن تصويت غالبيتهم من جيل الشاب الذي يجد أن السياسة بشكلها التقليدي الكلاسيكي لا تناسبهم لم تعد تناسبهم بأن إمكانية إغرائهم أو الضحك عليهم لم تعد مقبولة بأن المرشحين السياسيين لحد الآن لا يمثلون تطلعات الشباب وبالتالي هناك نسبة كبيرة من الممتنعين عن التصويت قد لا تلعب في صالح أي شخص ولكنها تقدم إشارة واضحة إلى أن الوضع السياسي في فرنسا سيء عموما بأن الناس لا يتم تمثيلها الناس كثر لا يتم تمثيلهم وبأن هناك حاجة إلى تغيير جدري خاصة إذا ملاحظنا أن الأحزاب التقليدية اليمين الوسطي واليساري الوسطي اليمين الجمهوري على سبيل المثال خسروا ويخسرون الانتخابات بشكل كبير صحيح فاز أولاند في انتخابات 2012 ولكن بعد ذلك لم يترشح لأنه كان يعرف بأنه ليس له حضوظ أبدا مرشحة اليمين الوسطي بيكريس لم تحصل على نسبة خمسة بالمئة ووقعت في ديون كبيرة هي والحزب بسبب ذلك وبالتالي هناك إعادة هيكلة هناك تغير حقيقي في السياسة ليس فقط في فرنسا وإنما في أوروبا بالعموم وبالتالي هذا ما جعل ماكرون أيضا يربح في 2017 ليس فقط لأنه أيضا مقابل وإنما كان جديدا أرادت الناس تجريبه الآن بعد خمس سنوات معظم الناس ليست مقتنعة ولكنها تقول بأنه أفضل من لوبين بأي حال وهذه البلد يجب أن تدار من قبل رئيس وبالتالي ستذهب التصويتات ربما لصالح ماكرون مع نسبة مخيفة ستكون لمارين لوبين يجب على فرنسا أن تنتبه إلى إمكانية وصول يمين متطرف بعد خمس سنوات ربما إلى سدة الحكم كما حصل في إيطاليا أو غيرها من بلدان أوروبا نعم دكتور خالدون نبواني أستاذ الفلسفة السياسية جامعة سوربون كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك سمح القضاء البريطاني رسميا بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليون أسانش للولايات المتحدة الأمريكية والتي تريد محاكمته بتهمة التجسس وحسم قرار المحكمة البريطانية سنوات من الخلاف القضائي بين الدولتين وقد أحالت المحكمة أمر التسليم إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل للموافقة عليها غير أن أسانشي يمتلق الحق القانوني في استئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا حذر تقرير لصندوق النقد الدولي من انتكاسة شديدة للاقتصاد البريطاني مقارنة ببقية دول مجموعة السبعة ويشير التقرير إلى توقعات بتراجع حاد الاقتصاد المملكة المتحدة في عام 2023 وارتفع التضخم مع حلول نهاية العام إلى تسعة بالمئة أزمة اقتصادية تلوح في أفق المملكة المتحدة بعد تحذير صندوق النقد الدولي من تسبب الحرب في أوكرانيا بانتكاسة شديدة للانتعاش الاقتصادي الذي عرفته البلاد بعد احتواء وباء كورونا صندوق النقد يتوقع أن تشهد بريطانيا أبطأ نمو عام 2023 ما يعني أنها لن تكون الاقتصاد الأسرع نموا في مجموعة السبع والسبب يعزال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والتضخم ما الذي من المتوقع بلوغه تسعة بالمئة مع نهاية العام الجاري التضخم في بريطانيا سيكون الأعلى بين دول مجموعة السبع وقد صعد بتكاليف المعيشة إلى حدود تتطلب إجراءات حاسمة وعاجلة والخطوة الأولى كما يرى حزب العمال هي فرض ضريبة على شركات النفط والغاز المملكة المتحدة التي كانت صاحبة أسرع نمو اقتصادي في مجموعة السبع عام 2021 قد تواجه أعنف موجة انكماش اقتصادي منذ عقود تضاف إليها تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي وتفاقم أزمة العمال خلال فترة جائحة كورونا هي صدمة كبرى ينتظرها العالم وفق صندوق النقد بسبب تعطل صادرات الحبوب والمواد الغذائية والطاقة من روسيا بسبب حرب أوكرانيا ويخشى أن تكون بريطانيا الأكثر تأثراً فيما يحدث شهد العالم مرة أخرى صدمة كبيرة كما وأن التضخم أصبح الآن خطراً واضحاً وماثلاً في العديد من البلدان وأدى إلى زيادة الضغط على العرض والذي كان أحد تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا صحيح أن واردات المملكة المتحدة من الطاقة الروسية لا تتجاوز 10% من إجمال استهلاكها ولكن لندن تخشى أن تتحمل كلفة الحرب على الاتحاد الأوروبي التي يوفر لها أكثر من 40% من وارداتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر